ارتفاع غير معهود ارتفاع صاروخي للبيتكوين يعني انا نفسي ما كنت فاهم شلي صاير كنت في سوق الاسهمة امريكية وقدت خالي كم الحالة وشلي دخلك سوق ثاني يعني بس يوم بديت اقرأ الموضوع بديت اقرأ البيتكوين بديت اقرأ البلوكشين ايقنت تماما ايقنت تماما انه مستقبل الاقتصاد العالمي هو في العملات الرقمية السلام عليكم حياكم الله يا جماعة الخير خلوني يبدالكم قصتي بشكل سريع في 2006 كانت اول تجربة لي في دخولي في سوق الاسهم السعودي كانت مع الاسف تجربة جدا مريرة ليهلا انه في هذاك الوقت السوق دحضر ومصط ويعني كانت خسارة سيئة لكني تعلمت شيء كثير وتعلمت شيء جدا مهم انه طريقتي في التداول في هذاك الوقت بغض النظر السوق نازل او طالع كانت خاطئة لذلك طلعت من السوق انشغالات كل اللاهي وخلافه بس كان عندي هاجس الرجوع دائما الى السوق وكنت مهتم اكثر في السوق الامريكي سوق التداول الامريكي بعدها قررت اني لو برجع لازم اقرأ ولازم اطلع ولازم افهم نفسي بشكل افضل لازم اعرف وش كل المؤطيات اللي موجودة في كل سهم يعني كل البيانات اللي موجودة اكيد لها معنى اكيد لها فائدة ولا ما حطوها يعني فبديت اطور نفسي خدت بعض الكورسات منها كان مفيد منها ما كان مفيد لقيت محتوى خرافي ممتاز جدا مجاني على اليوتيوب وغيره بعدها الحمد لله يعني تجربتي الى الان في السوق الامريكي جدا ممتازة بس بعدين يعني انا كنت عارف انه فيه سوق الكريبتو وسوق العملات الرقمية بس ما حبيت اني شتت نفسي الين بديت اقرع عن الموضوع و الين بدى البيتكوين يدز دزة خرافية يعني شي مطبيع يعني يونجريت فعلا تأكدت انه فيه فرص خرافية في السوق هذا صح انه هو متشابه بس فيه برضو اختلافات يعني فيه تشابه في التداول لكن فيه اختلافات في الطرق يعني لذلك انا قررت انه بما اني انا جالس احاول اطلع وجالس يعني عندي معلومات خلني اقول جدا متواضعة واتعلم منكم تعلمون مني وتعلم كل الناس قررت اني افتح القناة هذه على اساس ايش اساس كلنا يعني نستفيد من بعض ونتعلم ويصير زي منصة ممتازة لمعرفة الاخبار متابعة الكوينز الكريبتو وخلافه حتى الاسهم الامريكية بالاضافة يعني طبعا فيه نقطة مهمة جدا لازم تعرفونها كلكم انه ترى في هالفيديو هذا او اي فيديو مستقبلي ترى انا لست مستشارا ماليا واقتصاديا واي شي زي من هالقبيل يعني انا مجرد شخص يعشق الاسهم الامريكية ويعشق الكريبتو كورنسيز ويحاول انه يثقف نفسه ويطلع فيها ويتداول ويسولف مع اخيها وجالس يسولف معكم وحب اني اشارككم التجربة هذه فيعني اي معلومة اي توصية اي شيء يقولوا في هالفيديوهات هذه لازم انتم نفسكم انتو اللي تتخذون القرار انتو اللي تقرون لانه في نهاية هذه دراهمك لو ربحت او خسرت انا ما لي علاقة فطبعا احتاج باذن الله مستقبلا دعمكم لو اعجبكم المحتوى لايكات السبسكرايب نشر الفيديوهات وخلافه ان شاء الله ونراكم في فيديوهات قريبة باذن الله سلام اشتركوا في القناة